وصل الوفد البرلماني والفرنسي جولته في مدينة العريش لتفقد المساعدات الإنسانية والاطلاع على جهود مصر في تجهيز وإرسال هذه المساعدات إلى غزة وأشهد الوفد بجهود المصرية في تجهيز عدد كبير من شاحنات المساعدات الإنسانية والجهود السياسية المستمرة لوقف إطلاق النار إيجيبت كالكبار كولاتيرالة من الوقت موقف مصر صعب جداً، مصر تحاول إدارة الأزمة على قدر المستطاع الفلسطينيون يعانون بشدة في قطاع غزة من غير المقبول أن يحدث تهجير قصري للفلسطينيين أعتقد أن الإيجيب تفعله أفضل نحن هنا الهدف الأساسي أن نسلط الضوء على الاحتياجات الإنسانية وبرضو لنداء وقف إطلاق النار بصفة دائمة وستديمة ليس مؤقتة، وقف إطلاق النار بكل الأسلحة وبرضو مهم من أهدافنا هي أيضاً تسليط الضوء على المحتاجين الفلنسيين نثمن التعاون الوثيق بين الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني بالتعاون مع الأمم المتحدة من أجل إيصال المساعدات لو لا مجهودات مصر لما وصل أي شيء إلى قطاع غزة ترجمة نانسي قنقر